سؤال رقم 42 في الشكل الموضح إذا كانت النقطة X موضع التعادل والقوة المؤثرة على المتر الواحد من أي من السلكين هي 12 في 10 أو سسالب 6 نيوتن فإن شدة الطيار I1 و I2 بالسوئين دلوقتي المسألة دي فيها مجهولين يبقى المسألة اللي بيبقى فيها مجهولين بتتحل بمعادلتين طب أنا أجيب المعادلتين منين؟ هجيب معادلة من موضوع أن الـ X دي نقطة التعادل وهجيب معادلة من القانون الخاص بالقوة المتبادلة لما تكون دي نقطة التعادل وطبعا شيء طبيعي لأن اتجاه الطيار في السلكين في اتجاه هين مختلفين فأكيد دي موجودة في منطقة طرح أدم دي نقطة التعادل يبقى باستخدم قانون التعادل بيقولي طيار السلك ده على مسافته بيساوي طيار السلك ده على مسافته يعني I1 على مسافته بالنسبة للنقطة X 20 و 10 30 على 30 بيساوي الطيار الثاني اللي هو I2 على مسافته قانون السلك وقانون نقطة 10 سنتي الصفرة هيروح مع الصفر يبقى أصبح I1 بيساوي 3 I2 أدي أول معادلة دي كده المعادلة الأولى هنجيب معادلة تانية من الموضوع القوة المتبادلة نحن عارفين أن القوة المتبادلة F بيساوي ميو I1 I2 في L على 2 باي دي طبعاً هو بيقولي الكوة المؤثرة على المتر الواحد وده معناه أن الطول هنا بواحد متر عوض عن القوة بـ 12 في 10 أسي سالب 6 الميو 4 باي في 10 أسي سالب 7 I1 مجهولة عشي لها وكتب بدلالة I2 يعني أقول 3 I2 في I2 في الطول اللي هو 1 متر ما بيتكتبش كمان على 2 باي البعد اللي بين السلكين 20 سنتي يعني 2 من 10 متر 2 باي هتطير مع الأربع هنا يبقى فيه 2 على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الاتنين وبعدين هنيجي هنا نقول 3 I2 في 3 I2 دي بتلاتة I2 تربيع يعني هنكتب كده 12 في 10 أسي سالب 6 بالساوي هنا تبقى 2 في 10 أسي سالب 7 في 3 I2 في I2 بتلاتة I2 تربيع على 2 من 10 ماشي عايزين I2 تربيع الطرف المتصل على الطرف اللي فيه مجهول الطرف المتصل 12 في 10 أسي سالب 6 في 2 من 10 على الطرف اللي فيه مجهول الاتنين في 10 أسي سالب 7 فيه 3 هتطلع هنا القيمة بكام باربعة ده I2 تربيع 4 طب انا عايزة I2 بس يبقى ناخد الجزر يبقى I2 بس باتنين أمبير طيب تعال نعوض هنا يبقى نيجي هنا نعوض باللي جبناه يبقى I1 بتساوي 3 في I2 احنا جبنا I2 باتنين يبقى 3 في اتنين بستة يبقى طيار واحد بستة وطيار اتنين باتنين أمبير يبقى الاختيار الصحيح دال ان اي واحد بستة واي اتنين باتنين أمبير ترجمة نانسي قنقر